عندي مثال آخر سيو هو تسعة وعشرين نبو التوزيع الإلكتروني لمن؟ نفس النظام الإلكترون الأخير أو أي إلكترون أنا نبوه نقول لك جميع الإلكترونات اللي عندي على حسب نقوله إذا كان قلنا عليه جميع الإلكترونات نقول ركب شا تديره أو إذا كان قلنا أخر إلكترون شو نديره تسعة وعشرين أول حاجة نديره نوزع التوزيع الإلكتروني هارغون ثمانتاش أربع اسواحة ثلاثة دي كام عشر وحكينا ليش نخلوه ممتلع باش نحافظ عن مدار دي وإلى آخره تمام؟ هذي أول حاجة يبن ندير الأعداد الكمية الأربع الإلكترونيات موجودة في الكبر هنجين وين؟ الآخر مدار عندي مانو؟ ثلاثة دي عشر تمام؟ نديره آخر إلكترونيات أول حاجة نديره طلع قيمة من؟ الان كم عندي قيمة الان؟ هو عبارة عن مستوى الطاقة التي عندي كامنا ثلاثة أول مداره لن نضح الآخر أول مداره لن نضح الآخر مدارها مداره ونضح قيمة الان مداره بعد ذلك نقوم بعمل الغرفة وضع الإلكترونات كم عندي 10؟ كم فيه إلكترون؟ 10 هذا الأول ثاني ثالث الرابع خمس بعدها السادس ونجاوز بعدها كم فيه الغرفة فيها إلكترونين إلكترون الثاني نجاوزها بعدها السابع نجاوزها هذا الثامن هذا التاسع هذا العاشر أولاً ينبيه المن يا شباب؟ نبيه الإلكترون الأخير نبيه الإلكترون الأخير وهو منه؟ 29 نبيه الإلكترون الأخير وين هذا؟ هذا هو الإلكترون الأخير وهو العاشر تمام؟ كم قيمة المن المتاعه؟ هيا ناقص 2 أم اس وين قاعد هو أعلى أم أسفل؟ نحظة معي وين قاعد هذا؟ هذا موجود أسفل ناقص نص تمام؟ كان يقول فيonnen نبقي جميع الالكترونات سوف نجد المتاع الالكترونات بعد ذلك الثاني بعد الثالث بعد الرابع و الخامس بعد ترد التجاوز والسابع والثامن والتاسع والعاشر كان قال لك كلهم تبقي تحسب لهم كلهم يا شباب اللحظوا لما ندروا كلهم قيمة الان والان رأي تبدأ نفسها التغير يصبح عندك في من؟ في الام ال لان كل الالكترون او كل غرفة عندك قيمة ام ال خاصة بها ويصير عندك اختلاف في الام الاس اذا كان الكترو الفوق رأىوا بموجها بنص يقد ان الكترونات كل الفوق موجها بنص كان قيد فينا لوطة? معناها يقد شنو ناقص نص لكن التغير كله ان يصبح في قيمة مانو المل تمام يصبح في قيمة مانو المل المل م honored كل غرفة عندها المل خاصة بها كل غرفة عندها المل خاصة بها سوف أعطيك مجموعة من المدارات وانت بيين لي لعداد الكمية متاحاً وحلوهن ويجبوهن لي على همورك ونشوف كم إذا كان معرفتوش نزيد نحلن ونثبتن لكم أخرى عندي مثلاً أربعة F عندي أربعة F عندي أربعة F فيها كم إلكترون عندي أربعة F فيها 2 عندي أربعة F فيها 2 إلكترون عندي أربعة F فيها كم 2 إلكترون الأخرى نقوم بكوبالت 27 تمام؟ هنا أحسب لي جميع الأكترونات الكوبالت نفس النظام جميع الأكترونات عندي ثلاثة B كم 6 ثلاثة B كم 6 كما نقوم بإضافة آخر أكترون تحسب لي آخر أكترون لكن هذه نقوم بإضافة جميع الأكترونات تمام؟ عندي كم 20 كاليسيوم حتى هو نقوم بإضافة جميع الأكترونات لها ونبي الأربعة ب خمسة هذا آخر إلكترون معناها عندي الخمسة هذين نبي شنو يا شباب أول واحد اللي هو أربعة F نبي لعداد الكمية الأربعة لمن لجميع الإلكترونات اللي موجودة هنا اللي هنا الإلكترونين هذين الكوبالت نبي جميع الإلكترونات نبي امتعاتين جميع الإلكترونات جميع الإلكترونات فيه ح oversight امتعات الثلاثة وزع والثلاثة هنا يحسب لي فيه لعداد الكمية الأربعة كلها الثلاثة ب أولا نبي آخر الإلكترون كاليسيوم نبي الإلكترونات كلها لما نبي ge COVID-19 ن другises كلها نفس النظام تعال آخر مدار فيه تعال وزع الكاليسيوم عبي العشرين لعن توصل العشرين تعال الاخر مدار هو يحسب له اعداد الكمية نفس النظام اربعة بي نبي الماني بالاخر الالكترون هكي يا شباب تحلو لي هذين 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 امور تمام وتزول لي وين تزول لي على الصفحة باش بنشوف طريقة الحل متاعكم واذا كان في مشكلة نحلنا باش يزيد نتبت عليكم تمام باختصار الراجع على السريع قلنا نحن لعداد الكمية او الـ quantum number اول حاجة نبنعف الـ quantum theory نظرية quantum هذي شل هدف منها ان هي توضح لي او تبين لي او تصف لي منو توزيع الالكتروني لذرات لان كانت الهيدروجين او اي ذرة اخرى تمام لعداد الكمية الاربع لنا شنو principal quantum number angular quantum number magnetic quantum number spin quantum number principal quantum number قلنا شنو قلنا هو عبارة عن عدد كمي الرئيسي وهو يمثل لي مستوى الطاقة متاعي هو عبارة عن عدد صحيح تمام على سبيل المثال اربعة ف العدد الكامي الرئيسي هو اربعة ثاني حاجة angular quantum number قلنا انه هو يمثل لي شكل المدار متاعي تمام ويكون معتمد علي قيمة Riley تعال في أول مستوى طاقة لكل مدار وشرحناها 4 في أول مستوى طاقة لكل مدار شرحناها ووضحناها على سبيل مثال قلنا أول مستوى طاقة في الس هو واحد الس عدوة ن بواحد 1-1 تطلع قيمة الأل بيش بزيرو في النهاية بكية قلناك قيمة الأل لم يعدون دال من تأخذوا الحسب هذا تعالوا خذوها من الماية دتيب ولضاء او جدول لدينا هنا ومقرر عندي كم نعند منون على ف تمام الأمل لشن قلنا نجيبو فيها بقانون خاص أو المل هي شنو هي هي توضح لي أو تبين لي توجيه المدارات وين في الفراغ وده يكون معتمدة على قيمة من على العدد الكامل اللي قابل لي هو L قلنا كيف معتمدة عليه أن L شلو تساوي M-L ريتو تساوي 2 في L زائد 1 والقيمة اللي تطلع لي من M-L هذه يا شباب مش هينا نعوض بها M-L متاع كل إلكترون هذه تحدد لي وتبين للغرف اللي عندي على سبيل المثال خذينا S قلنا شنو هو 2S تعال شوفوا M-L بيش 2 في L 1S تعال شوفوا M-L بيش 2 في 0 زائد 1 تطلع ب 1 بضحت لي نراه المدار S في غرفة واحدة معناها تقدر عارف أن المدار S تعال تديرها غرفة واحدة وهو شكلها قيمة M-L متاعها بيش ب 0 معناها دائما المدار S قيمة M-L متاعها بيش ب 0 تمام؟ نجو الحاجة الأخرى إذا كان عندي المدار متاعي أو المدار اللي عندي من هو يا شباب؟ لي هو B أو كان D أو كان F